اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والوفد المرافق يأتي لبحث تطورات ومستجدات الصاحة الامنية في مملكة البحرين انطلاقا من حرس مجلس النواب ووزارة الداخلية على اطلاع ممثلي الشعب على الوضع الامني وذلك تعزيزا لمبدأ التعاون الفاعل المستمر بين المجلس النيابي والحكومة الموقرة لخدمة الوطن والمواطن في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأضاف معاليه أن توفر الامن وضمان الاستقرار وحماية الوطن والمواطن والمقيم والحفاظ على مكتسبات ومقدرات ومنجزات الدولة هي مسؤولية وطنية مشتركة فجميعنا في وطن واحد وسفينة واحدة مؤكدا الدعم التام والتقدير الكبير لكافة الجهود المخلصة والمبادرات الرفيعة والأعمال الجليلة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وما يبذله رجال الأمن البواسل من تضحيات وطنية على مدار العام وفق منهجية متطورة واستراتيجية مهنية رائدة والسعي المتواصل لتجاوز كافة التحديات والعقبات في ظل التطورات الداخلية والتهديدات الخارجية وأشار معاليه إلى أننا تابعنا جميعا باستنكار بالغ الهجوم الإرهابي المسلح على سجن جو الذي أدى إلى استشهاد رجل أمن وإصابة آخر وهروب عدد من المسجونين وهو تطور إرهابي نوعي أدى إلى كشف المزيد من الأخطار التي تواجهها مملكة البحرين من الجماعات الإرهابية والجهات الداعمة لها وأكد معالي رئيس المجلس أن الجميع يدرك حجم الإنجازات التي تقوم بها وزارة الداخلية ولا مجال للانتقاص منها أو التشكيك فيها أو المزايدة عليها مضيفا أنه من الواجب الوطني والمسؤولية والأمانة أن نعزز الشراكة المجتمعية في الأمن والاستقرار مع تأكيدنا الاستعداد التام لتقديم كل أوجه الدعم البرلماني والتشريعي والرقابي للجهاز الأمني في الدولة وقد استهل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اللقاء بكلمة قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في محكم التنزيل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم معالي الأخ أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب أصحاب السعادة نواب الرئيس المحترمين سعادة نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سعادة أعضاء اللجنة المحترمين السادة النواب السلام عليكم ورحمة الله ألتقي بكم اليوم للحديث عن عملية الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل التي وقعت فجر الأول من يناير والتي تعتبر من العمليات الإرهابية ضد قوة الأمن العام وبصفة وزير للداخلية بمثل ما شهدت في هذا المكان العريق من المواقف الوطنية المؤيدة لإجراءات الأمن وما لمسناه كذلك في مجلسكم الموقر من مواقف الإشادة والثناء التي كانت محل تقدير واعتزاز لدينا جميعا فإنه واجب علينا أن نتقبل ونحترم نقدكم وملاحظاتكم ولكن ليس من العدل والإنصاف أن يعمم إهمال وتقصير البعض على جهود المخلصين الأوفياء من رجال الأمن الذين عرفت منهم كل معاني التفاني والإخلاص وأن ما تنعو به البلاد من أمن وطمأنينة تطلب جهودا كبيرة ومخلصة وبدون انقطاع على مدى سنوات وهو أمر ليس بخاف عليكم وقد أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لمجلس النواب رئيسا وأعضاء مشيدا بدورهم في تعزيز معاني الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة الدحديات الإقليمية بروح وطنية ونسيج اجتماعي متماسك وأطلع معالي وزير الداخلية معالي رئيس مجلس النواب والسادة الأعضاء على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأمنية وخصوصا تفاصيل عملية الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل في جو بتاريخ الأول من يناير وأشار معالي الوزير إلى أن أعمال البحث والتحري وجمع الأدلة التي باشرتها الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية عدد من المشتبه بتورطهم في مساعدة مرتكبي العمل الإرهابي والقبض عليهم ومن بينهم صاحب السيارة المستخدمة في تنفيذ العملية بالإضافة إلى عدد من العناصر الإرهابية والمطلوبة في قضايا أمنية مختلفة كما تم تحديد هوية أربعة من المشتبه بتورطهم في الاعتداء وتهريب السجناء الكشف عن رقم ومواصفات السيارة المستخدمة في العملية والجاري البحث عنها والمطلوبون المشتبه بهم هم محمد جاسم محمد جاسم العابد 28 عاما من سكنة مدينة حمد حامد جاسم محمد جاسم العابد 28 عاما من سكنة مدينة حمد حسن علي محمد فردان شكر 22 عاما من سكنة بني جمرة محمود يوسف حبيب حسن يحيى 22 عاما من سكنة بني جمرة وأكد معالي الوزير أن الأهمال والتواطئ من أهم أسباب هروب المحكومين العشرة وعليه تم إحالة عدد من مسؤولي وعناصر مركز الإصلاح والتأهيل في جو للنيابة المختصة بمحاكم وزارة الداخلية مستعرضا معاليه الإجراءات التي تم اتخاذها عقب الحادث ومن بينها مباشرة الأجهزة الأمنية أعمالها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه أختار النيابة العامة ورصد ومتابعة السيارة التي شاركت في تنفيذ العملية من خلال الكاميرات الأمنية بالشوارع حيث تحمل الرقم خمسة أربعة سبعة ستة سبعة ثنين خصوص موديل ألفين وثمانية جيب أسود وجاري البحث عنها كما تم تفتيش مساكن عدد من المشتبه بتورطهم في العمل الإرهابي وتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة ونشر الدوريات ونقاط التفتيش في كافة أنحاء البلاد في إطار تنفيذ خطة انتشار وتواجد أمني مكثب في ربع البلاد من أجل حماية المواطنين والمقيمين وإشاعة الاستقرار الأمني كما تضمن الإجاز تسلسل واقعة الهروب بحسب التحقيقات الأولية في هذا الشان وما كشفته كاميرات المراقبة منوها إلى أن الحادثة تم تنفيذه وفق عمل خطط رافقه إهمال من إدارة الإصلاح والتأهيل فضلا عن تعامل أبراج المراقبة أمنيا مع الموقف بإطلاق النار على السيارة التي شاركت في تنفيذ العملية مشددا على أن أوامر فتح النار مع الإرهابيين والهاربين من السجن لا لبس فيها وأوضح الإجاز أن مباني مراكز الإصلاح والتأهيل مزودة بكافة التجهيزات من كاميرات وأجهزة إنذار وغيرها حيث يوجد بالمركز ستمائة كاميرا أمنية ولدى القوة المكلفة بالحراسة السلاح الكافي والأوامر الواضحة للتعامل مع كافة الظروف وأكد معالي الوزير أن الحادثة كشفت عن قصور في الأداء وليس في الإمكانيات حيث يحمل رجال الشرطة الأسلحة والتجهيزات لأداء مهامهم المختلفة مضيفا أننا لا نؤمن بالإجراءات المؤقتة فضلا عن أن هناك ست جهات تراقب عمل مراكز الإصلاح مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موضوع الرشاوي ليس في السجون فقط بل في كل مكان بالعالم وشدد معاليه على أنه أي كانت رتبة الشخص سيتم محاسبته وإذا كان هناك من أخلوا بعملهم فهذا لا يقلل أبدا من شأن رجال الأمن الذين نعتمد عليهم وقد سبق إحباط خمس عشرة محاولة هروب وعلينا كمسؤولين تعزيز ثقة الشرطي بنفسه فشرطتنا تقوم بعمل احترافي وأضاف أن شهيد الواجب الشرطي عبد السلام سيف تعرض لإطلاق نار قبل استلام نوبة عمله وأن العناصر الإرهابية خرجت من البوابة التي كانت مفتوحة لدخول السيارة النظافة منوها إلى أن العناصر الإرهابية استعانوا في تنفيذ العملية بطائرة تحكم عن بعد للتصوير وأن أعمال البحث والتحري ما زالت جارية لكشف الملابسات والقبض على العناصر المتورطة في هذا العمل الإرهابي وشدد معالي وزير الداخلية على أنه جاري حاليا اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية لإصلاح الأوضاع ومعالجة أوجه القصور والإهمال في مراكز الإصلاح والتأهيل مشيرا في الوقت ذاته إلى أعمال التطوير التي تمت في وقت سابق وشملت البنية التحتية لمراكز الإصلاح والتأهيل وإنشاء مباني جديدة وأطلاق مبادرات وفعاليات ضمن البرامج الإصلاحية المقدمة للنزلاء وبرامج تدريبية متخصصة لمنتسبي الإدارة من ضباط وأفراد ومدنيين وذلك في إطار مشاريع التطوير والتحديث والأهداف الاستراتيجية الأمنية التي تشمل تأمين وحماية الجبهة الداخلية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجريمة والمحافظة على الأمن ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والاهتمام بالخدمات الأمنية والمدنية المقدمة من قطاعات الوزارة وفي نهاية اللقاء أكد معالي وزير الداخلية على أهمية تطوير التشريعات التي تساعد رجال الأمن في مكافحة الإرهاب والعمل على تغليض عقوبة الاعتداء على رجال الأمن العام منوها إلى أهمية الدور الذي يقوم به السادة النواب كونهم شركاء في تحمل المسئولية الوطنية من خلال الاهتمام والمتابعة لكل ما يهم سلامة الوطن والمواطن والتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تضافر الجهود وإسناد دعم المشاريع والبرامج الوطنية التي تحقق الأمن والاستقرار اليوم قام بزيارة المجلس وشرح لهم أهم ما يتعلق في مسألة عملية الهروب التي حدثت من سجن جو والاعتداء المسلح الذي صار على الحراسة وبين جهود وزارة الداخلية بينا بأنه كان هناك فيه لجنة قامت هذه اللجنة بتفحص نوع من التحقيق المبدئي توصلت من خلال إلى أن هناك كان فيه قصور في التنفيذ وهناك قصور في الإشراف وبعض الشبه التواطئ من بعض العناصر على ضوء هذا الكلام رفعت نتائجها وصدرت بعض القرارات من سيدي مع الوزر الداخلية بوقف بعض المسؤولين وحالتهم للتحقيق تم القبض على عدد من العناصر المشتبه في تورطها والآن هناك بيتم اليوم إن شاء الله الإعلان عن عناصر أخرى تم التوصل إلى أنها شاركت في عملية الهجوم وتهريب الارهابيين من السجن كان معالي الوزير شفاف كعادة معاليه في إطلاع المجلس على كافة الإجراءات وكذلك التطبيقات التي قامت بها وزارة الداخلية للقبض على الهاربين وكذلك الإجراءات المستقبلية التي سوف تقوم بها والاستراتيجية الأمنية لمملكة البحرين في هذا الخصوص وزارة الداخلية قادرة على التعاون مع هذا الحدث الإرهابي وثقاتنا في وزارة الداخلية كبيرة في معالي وزيرة الداخلية وإن شاء الله الأخبار اللي هي إن شاء الله بتكون تسعد الشعب البحرين أوضح اللبس الذي كان عند سادة النواب معالي الوزير وأجاب على الاستفسارات وعن مكامل الخلل لهذه العملية وأطلع السادة النواب على الإجراءات التي سوف تقوم فيها الوزارة على أن لا يتكرر مثل هذا الأمر وأبدأ السادة النواب مشكورين الدعم المنقطع النظير للوزارة والرجال الأمن معالي وزيرة الداخلية تحدث بشفافية تامة أطلع أعضاء السلطة التشريعية بالأحداث التي تمت ونحن بدورنا نقدر الجهد اللي تقوم به وزارة الداخلية ومعالي الوزير ونثمن عملهم الدوب لحفظ أمن والاستغرار في مملكة البحرين